اعتبرت شركة فلاي دبي أنه من المبكر تحديد سبب تحطم طائرتها جنوب روسيا مشيرة إلى عدم صدور أي نداء استغاث من الطائرة خلال الفترة التي علقت فيها فوق مطار روستوف أوندون بسبب سوء الأحوال الجوية قبل محاولة هبوطها الثانية غيث الغيث الرئيس التنفيذي للشركة يقول أود أن أعرب عن الصدمة التي نشعر بها جميعا فيما يتعلق بالحادث المأساوي الذي شهدناه صباح اليوم في روستوف أوندون إن مصدر قلقنا كان على ركاب الطائرة وتقمها الجميع في الشركة في حالة صدمة شديدة إن قلوبنا مع جميع أهالي الضحايا مؤتمر صحفي حاذر وهدئ هو الأول للشركة المسؤولون المحليون يفضلون عدم التعليق على أسباب الحادث حتى الآن ويؤكدون أنها لا تزال مجرد تكاهنات كما أن أربعة خبراء إماراتيين توجهوا إلى موقع الحادث هكذا تقول مرسلة قناة يورو نيوز دبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر